عاشت جماهير مانشستر يونيتد واحداً من أسعاد الأسابيع بالنسبة لها منذ سنوات حيث انتصر فريق الشياطين الحمر في ظرف أربع أيام على توتنهام وبعدها مباشرة على جاره مانشستر سيتي في درب المدينة انتصاراً لم ينعش فقط جماهير مانشستر يونيتد بل أيضاً ملاك النادي الذين قرروا مواصلة التعويل على المدرب النمسوي سولشاير وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العائلة المالكة للفريق أخبرت سولشاير بأنه لن يتعرض للإقالة من تدريب الشياطين الحمر وأدركت العائلة أن النرويجي يحتاج إلى وقت لإعادة بناء فريقه إضافة إلى استعداد نائب الرئيس التنفيذي أيد وادورد لدعم سولشاير من خلال تخصيص المزيد من الأموال للتعاقدات الجديدة في الميركات الشتوي وفي نفس السياق ذكرت صحيفة ذي السان البريطانية أن سولشاير حدد قائمة تضم بعد اللاعبين قصد انتدابهم من أجل التنافس بقوة في النصف الثاني من الموسم ليكون الفريق بين الأربع الكبار ويضعو سولشاير مواطنه النرويجي إيرلينغ هالندو الإنجليزي جيمس ماديسون والدنماركي كريستيان إيركسن كأهداف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ومن المنتظر أن يواجه المانيو منافسة كبيرة مع عديد الفرق على هؤلاء اللاعبين فهالند من أكثر المهاجمين المطلوبين في الفرق الكبيرة أما ماديسون ففريقه ليستر سيتي لن يتخلى عنه بسهولة في حين اقتراب نهاية عقد الدنماركي إيركسن قد يغري أغلب النوادي قرارت العائلة المالكة بدعم المدرب النمساوي من جديد قد تحيلنا إلى موضوع آخر وهو الوجهة المحتملة لكل من المدرب الأرجنطيني بوكيتينيو والإيطالي ماسيميليانو أليغري في النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جديدنا اشتركوا في القناة